رسميا قاتل فلاكشيب الجديد من وان بلاس اخيرا بعد طول انتظار تم الاعلان عليه رسميا وهو الوان بلاس اي سي اثنان برو هاتف رهي بمواصفات عالية مع سعر تنافسي ايضا الهاتف ياتي بتكنولوجيا جديدة لذلك اتابع الفجر الاخير لمعرفة كامل التفاصيل عليه ايضا الدعم الدعم خوتي مخسر والو دير لايك ودعم ولد بلادك والان فلنبدع بركة الله السلام عليكم معكم عادل من قناة دقائق تقني اخيرا وان بلاس اعلنت على الوحش الجديد في الفئة المتوسطة العليا وهو وان بلاس اي سي اثنان برو هاتف جديد جاء بمميزات عديدة وتكنولوجيا جديدة ومتطورة فالهاتف الجديد ياتي بنظام تبريد ثلاثي الابعاد من الدرجة الفضائية والذي يطلق عليه اسم يانجونغ حيث يحتوي على شريحة تبريد الفيزي بحجم 9140 ملي متر مربع والتي تعد كبيرة جدا ومزودة بموصلية حرارية مكافأة اربع اضعاف من الموصلية الحرارية التقليدية وفقا لما ذكرته الشركة تصميم الهاتف صراحة تصميم جميل وانيق ويشبه لتصميم هواتفها السابقة حيث سنجد في الخلف ان تصميم الكاميرات الخلفية تأتي على الشكل الدائري منتصقة بايطار الهاتف مع وجود شعار الشركة المشهور في منتصف الظهر حواف الهاتف تأتي دائرية ومصنوعة من البلاستيك وهذا عيب صراحة والظهر يأتي بخامات من الزجاج ايضا الهاتف يزن 210 جرام مع سمك 9 ملي متر ويأتي باللون الاخضر ولون الرمدي ومع تصميم الشاشة تأتي على شكل الثقو في اعلى المنتصف مع حواف قليل على الجانبين حتى الحافة السفلية نحيفة جدا وهذا ما يعطي تجربة مثالية لمشاهدة المحتوى الهاتف يدعم سوء ستيريو مع تقنية الدولبي أتموس ويدعم ميزة الانفسي والأي آر للتحكم في الأجهزة الكهربائية أيضا سنجد بصمة الإصبع مدمجة أسفل الشاشة الهاتف لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية ولا يدعم منفل السماعات 3.5 ملي متر ويتميز هاتف وان بلاس آي سي 2 برو بالشاشة ممتازة بحجم كبير 6.74 إنش من نوع أولود بدقة 1.5 كي تدعم معدل تحديث عالي يصل إلى 120 هرتز سيقدم لك سلاسة وسرعة في التصفح وتنقل بين التطبيقات أيضا الشاشة لديها كثافة بيكسلات 450 بيكسل لكل إنش ولديها الصوت وعي يصل إلى 1600 نيتس أيضا الشاشة تدعم ميزر الأشجار تنبلاس وواحد مليار لون ومحمية بطبقة من الزجاج من نوع آسي غلاس كما أنها تستحوث على نسبة كبيرة من الواجهة الأمامية 90.3% صراحة شاشة مميزة لمشاهدة المحتوى أيضا من مميزات الهاتف النهوية بغطارية بحجم 5000 ملي أمبر تدعم الشحن السريع بقوة 150 وات عبر تقنية السوبر فوق يعني سيشحن الهاتف 100% خلال 17 دقيقة فقط أيضا وفق لمذاكرته الشركة أنه يدعم بروتوكول الشحن السريع ليكون متوافقا على عدد كبير من محولات الشحن من جهات خارجية ومزودة بشريحة إدارة الطاقة السوبر فوق اس وبالنسبة للآداء سنجد أقوى معالج حاليا من كوالكم هو سناب درجون 8 الجيل الثاني 80 نوات بدقة تصنيع 4 نانومتا مع خيارات مختلفة من ذواكر الوصول عشوائية 126-24 جيجا رام من نوع LPDDR5X بالإضافة إلى ذواكر تخزين داخلية على التوالي بساعات 126-512-24 بدون شك أداء الهاتف راح يكون قاوي جدا أيضا الهاتف تحصل على رقم رهيء في منصة أنتو تتخيل فقط مليون وسبعمائة ألف نقطة لذلك سيكون من أفضل الهواتف أداء وما يميز الهاتف أنه يأتي بنظام تبريد ثلاثي الأبعاد من الدرجة الأولى يحتوي على شريحة تبريد في سي بي حجم كبير لذلك لن تعاني من أي سخونة كبيرة خاصة عند اللعب المكثف الهاتف يأتي بأحداث نظام وهو الاندري 13 مع واجهة ColorOS 13.1 وبالنسبة للكاميرات سنجد ثلاث عدسات في الخلف الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 بحساس سوني الرائد IMX290 بحجم 1 على 1.56 إنش وبالنسبة للكاميرا الثانية فتحة بدقة 8 ميجابيكسل بحساس سوني الـ IMX3155 وهي للتصوير الواسع وآخر وهي للماكرو بدقة 2 ميجابيكسل الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K والفول HD بمعدل 30 و60 أف بي اس وآما كاميرا السيلفي فتحة بدقة 16 ميجابيكسل تصوير الفيديو بدقة الفول HD بمعدل 30 أف بي اس وتوقع من الكاميرات أن تقدم صور ممتازة خاصة مع المعالج القوي وحساس سوني الرائد وآخيرا سعر الهاتف صراحة سعر مفاجئة خاصة بهذه الموصفات الرائدة فسعر الهاتف يبدأ بسعر 411 دولار أي ما يعادل 8 ملايين على العموم هاتف وانا بلاس اي سي اثنين برو هاتف يجمع بين الآداء القوي والتصميم الجميل أيضا يملك شاشة ممتازة مع شحن سريع مع تكنولوجيا متطورة في التبريد بذلك سيكون من أقوى الهاتفات السعرية وفي الأخير دمتن فرعة الله وحفظه